48 مليون دولار هي قيمة صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية خلال خمسة أشهر من السنة الجارية هذا ما أعلن عنه وزير التجارة السعيد جلاب خلال إشرافه على ثالث لقاء مع مصدري المنتوجات الفلاحية نتقوم بإشارة الجزائر التسعيلي المنتوجات الفيديوة، فالصفًا إشارة الفيديوانات الفيديوانات الفيديوة، تويتم تقوم بإشارة الواقع وزير التجارة السنة الجزائر التجارة بعد توصيات التي قدمت في اللقاءين السابقين تم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تخفيف العرقيل التي يواجهها مصدر المنتوجات الفلاحية منها تقديم دعم على شكل منحة بالنسبة لبعض المشاركين يبقى تأطير عمليات التصدير وتوفير كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال أحد الأولويات خاصة أنه شهدنا مؤخرا إرجاع بعض الدول لمنتجات الفلاحية جزائرية لعدة أسباب حدث هذا الشيء لأنه ما كانش فيه وعي على المستوى الوطني بأنه فيه فيه كل ما يلجب من مؤسسات لتأطير هذا المجال تأطير مجال تصدير نحو الخارج في هذه المؤسسات الآن الهدف من هذه المرتقاية أنه هذه المؤسسات تظهر للعالم لاستعرف باللي هذه المؤسسات موجودة وأكثر من ذلك أنه نوضع إطار وطني يسمح لنا بش هذه المؤسسات تساعد الناس اللي راه تنتج في المجال وتنشط في المجال بش يكون عندها كل المعلومات بعض المتعاملين يرون كذلك أن التشجيع يجب أن يشمل الظروف اللوجيستيكية لنقل بعض السلع ذات الخصوصية وبين تفاعل الحكومة لتخفيف أعباء تصدير المنتجات الفلاحية وإرادة المتعاملين يبقى الهدف هو بلوغ أرقام أعلى في مجال تصدير ترجمة نانسي قنقر